الكل في حالة تأهب لإنقاذ المهرة المنكوبة في ظل أضرار لا تعد ولا تحصى عمليات الإنقاذ في المحافظة للحد من المأساة الإنسانية لا تزال تتواصل على قدم وساق مروحيتان تابعتان للتحالف تصلان إلى مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة للمشاركة في عملية الإنقاذ في الأثناء أقر اجتماع موسع بعدا برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي خطط تسيير قوافل الإغاثة وشدد نائب وزير الصناعة على أهمية تكاتف الجهود والتنصيق المشترك بين كل الجهات الحكومية والمجتمعية والسلطات المحلية في محافظة المهرة من أجل رفع معاناة المتضررين من الأعصار الذي أحدث أضرارا جسيمة شملت كافة المناح والصعود المرتبطة بحياة المواطنين محافظ المهرة راجح سعيد بكريت شكر برنامج السعودية للتنمية والأعمار ومؤسسة الكهرباء على جهودها في سيانة الموالدات وإصلاح الشبكة ما تكلل بإعادة تشغيل الكهرباء في أجزاء من مدينة الغيضة وأكد المحافظ أن التيار سيعود إلى بقية الأحياء والمناطق بالمدينة قريبا شرب الأبو ديوان العربية